بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم إن شاء الله في هذا المقبع نكمل سلسلة محضرات الأرثوبات وصلنا للفيمرال شافت الفيمرال شافت محضر بمسل ومساعدة في محضر المحضر من كل محضرات الأرثوبات ولكن هذه المساعدة ومساعدة الأرثوبات الثاني شنو هستغل حاجة اللي يحكي يقول يابر أن الشافت أو الفيمر محاقب عضلات فهذه العضلات اللي هواية أكيد رح تحميل من الإنجري صحيح وهي أدبانتج وفيد شي حلو لكن لو كانت الإنجري سيفير enough to cause a fracture عنده شافت وش رح يصير بهاي الحالم مع هؤلاء العضلات قوية وكانت تحميل زيان بس من يصيره fracture لأ هنا العضلات ستتشر كل البون شلون يعني رحنا رح نستوي displacement كل عضلة رح تسحب فراغمنت متجاه معين وهنا بما أنه قوية الإنجري اللي تحتاج حتى تسوى هذا fracture فبالتالي حيكون رائبا كمانيوتي fracture متمام فبالتالي رح يصير كل جزء من العظم حيروح باتجاه معين بأني داركشن ماكو اتجاه ثابت فبالتالي حيصير لازم اكو displacement وهذا displacement شون اللي يحتاج هل يكفي انه مجادة أنا سوي لتركشن لا ما يكفي ممكن ممكن يصير بي healing بعدين ويونت بس رح يصير اكو some sort of رح نشوف انه بالاطفال ممكن يمشي conservative بس غالبا والchoice بس مالتنا هنا لا لازم open reduction and internal fixation حتى حصل حلوة بالنسبة this is essential fracture of young أدول فليش نحتاج high energy unusual result from high energy injury the facial fracture in elderly patient لما أشوف شخص كبير بالعمر وصير عنده shaft مو انترالترو والفيمر لا shaft fracture شنو ادور ادور pathological fracture يعني يقول هذا عنده metastasis تمام يعني مثلا breast cancer يسوي metastasis للفيمر يسوينا shaft fracture اذا كان طفل عمره قليل لأربع سنوات فهنا شنخلي بانه ليكون هذا physical abuse تمام زين بالنسبة للx-ray most fracture of the femur shaft have some degree of communication although it is not always apparent on x-ray it is a reflection of the amount of the force involved in these injuries يعني شنو كل ما كان عندي نسبة communication و هو كل ما قلنا انو هادا الانيارج اللي سببت هادا الى fracture قوية اكثر واضح زين تسجد 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 مالذي مالذي تسجد لنظر مالذي مالذي فهذه المنطقة نسميها segmental fracture وهي تحتاج high energy واضح؟ فبالتالي شنو بعد عدنا لما قلنا اذا اكو high energy سوتلي a fracture خاصة باللوان لمب فلازم انا شنو ادور ادور على pelvis injury or knee joint injury تمام؟ مزيلا treatment the risk of systemic complications in these high energy injuries can be significantly reduced by early stabilization of the fracture اكيد يعني multiple injury ممكن يكون عنده trauma بأدر مقار ممكن يكون عنده كل شي لانها high energy من سبلين من باول من liver من pelvis على الفيما لانها خاصة بالRTA او fall from high فبالتالي انا شاو حسنا للعظم لازم نساولا stabilization تمام؟ يعني لازم مثلا عدنا Thomas Siblin Traction وانقلنا للمكان المناسب حتى نسوي لباقي الحصوصات ونشوف شنو الانتربانش اللي يحتاج Traction can reduce and hold most fracture and reasonable alignment and certainly the patient should be transported from the scenes of the accident with a limb siblings مثل ما قلنا Many emergency siblings incorporate a facility to apply traction as well مثل مثل Thomas Traction definitive treatment will depend on the type of fracture and patient يعني شلون؟ يعني إذا patient كان elderly pathological fracture وعنده comorbidities وكذا هذا يختلف عن واحد يونج وعنده multiple injury هذا يحتاج مثلا ما سوى حط لك external fixation سريع حط لك وروحة عامل وياما ويباقي ويكون عند سبلينك ويكون عند باول فبالتالي حسب الكون اللي جائنا بها مثل ما قلنا نحكي في نهاية المحاضرة الأعمار معينة موكر الأعمار لأن مشكلتنا بالتركشن تاخذ وقت طويل فالأدولت لما أنا أخلي بتركشن أو برايسنج يعني قد ياخذ مثلا 10-14 أسبوع أو 16 أسبوع بالتالي هذا عالية حتصر عنده وموبيلايزيشن وهذه همينها مشكلة من وبعد يحتاج contraindication to anesthesia كنا رجال شبير comorbidities ما يقدر ما يقدر هذا التالي تركشن زياد لغة of suitable or facilities for internal fixation ما عنده الأدوات ما أقول ما حل عنده schools لن يتعملوا بهتشفركتور فبالتالي ما يقدر نسوي it is a poor choice for elderly patient for pathological fracture and for those with multiple injuries يعني poor choice the chief drawback is the length of the time spent in bed مثل مشكلتنا نحن ويطول وقت طويل فبالتالي يسوي complication somehow these difficulties are they overcome by reducing the time and the traction and then changing to blaster spike يعني شفنا انه ما أبقي بتركشن اخلي فاتمدة معينة تركشن وراء تركشن اثنان fractional bracing وهكذا وهذا يفيد بالأطفال لانه أصلا الأطفال فبالتالي فبالتالي in the case of lower third fracture ممكن استخدم fractional bracing this is applicable one the fracture is sticky usually around six to eight weeks يعني ورا ست أسابيع ثمانية ممكن أحب fractional bracing وخليه حتى يسوي exercise movement حتى ما يصنع عنده stiffness بالجونت ما يصنع عنده general complication while the patient in the traction joint mobility must preserve by encouraging movement and exercise the position of the fragment should be checked أكيد بما أننا لم نفعل internal fixation و لا يجب أن نفعل عشيز لنصری المتاح 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 أي مطاح المتاح المتاح ممكن المتاح لكي المتاح نحفظ على الفاكشن Over Reduction and Blating Fixation with blade and screw was popular at one time but it went out of favor because of high rate of complication and including the implant failure ما حتينا بالمحاضرة السابقة شنو المين indication for blade and screw the combination of shaft and femoral neck fractures and a shaft fracture with associated vascular injury فهناش نستخدم نستخدم وحسا هذا هو the method of choice the intramodernia ما نقولنا بالمحاضرة السابقة blood supply blood loss الوقت مع العملية كلما كان هذا الأشياء أقل كلما الميثود ما تكون أحسن مقارناتنا بباقي المحاضرة السابقة المحاضرة السابقة اللي هي is perforated near each end يعني أحضره من فوق العظوم وأدخل that locking screw can be inserted transversely at the proximal and distal end شنو يعني خلنا نشوف الصورة احنا حسيه شئدنا هنا هذا fracture صحيح؟ تمام؟ بعد شنو لاعب السكرو وشنو القصده؟ انو من فوق هات السكرو من جوا هات السكرو حتى أثبت بمقارن تمام؟ زياد نرجع نكمل مقارن this control rotation and ensuring stability even for subtrop contract and distal failure fractures الأكسternal fixation the main indication for external fixation شنو عد نثاني treatment of severe open injury وهو واي أكو وهو واي indication for external fixation أي شي دكو صحيح؟ يعني عدى multiple fractures open injury a fracture 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 كل هندي ممكن مثلا اكو بال multiple injury أنا أريد بسرعة يعني بس اعتبت العظم حتى أخلي مجال باقي لأخصائيين حتى يتعاملوا مع الأخرى فأي indication نذكرها هي صحيحة زياد بعد شنو عدنا complications complications بالنسبة للشافت أكيد أهم شيء general complication من ضمنها respiratory distress من ضمنها acute blood loss ويصير عنده acute shock اللي هو hypovolumenic hemorrhagic shock fat embolism ليش long bone وتمام فهذه الأشياء لازم نهتم به ونركز عليهم بالنسبة للvascular injury the vascular lesion take priority and the vessel must be repaired or re-grafted without delay طبعا vascular ونحن نتأخر علي the same operation يعني أنا افتحت على مدد vascular أنا فاتح فاتح وشانو أسوي أعالج الكسر وسوي له internal fixation زياد thromboembolism ليش وخاصة ليش هسا قمنا ما يستخدم رح يضح حتى أخذ انترن وكل وقت ليش الحرق يعني الكسر ابو الميتيوم ليش أخذ وقت مية زاد ناقص 20 يعني بين 28 و 120 هو يتأخر سر بيديل تمام فبالتالي هذا إذا ما يسوي مبوليزيشن وقعد بمكانه فأكيد ثرومبو أمبوزم فنوما لازم تصر عندك فبالتالي شنو لازم نسوي حتى نمنح هذا الشي نعرجهم يا أما فارمكولوجيكال أنتي ثرومبوتيك يا أما ميكانيكال تمام؟ مزيد بالنسبة للإنفكشن فبالتالي لازم نحن نطيم شنو بروفولاكتك أنتيبيويتك وكارفولاكتك أنتيبيويتك وكارفولاكتك أنتيبيويتك فبالتالي الإنسدنس لازم نخليها أقل من 2% إذا قد انه يوغير المنزل على الولادات الدولية مثلا ما قلنا أن الكسر يأخذ وقت طويل أفركتش فيما ما يتاكد تثري إلى سيكسس منتر عامل إذا عامل مستطيع امتر إخر كما تكون الوقت استخدم شنو بروف الى مجرسّ الى نحن نشك نضيف ننجة أكبر حتى يزيد البروزس على مدل حسن أو يحتاج شنو البونيكرافط بالنسبة للمال يونين فلاكشورة تفاكشورة بطريقة على الرقم يتساعد لأحباء بعض الأمر لا يتساعد للمسارة 15 دقصة من الحظة يجب أن يمتح يعني جول 15 دقصة ممكن أقبله واضح 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 حتى حين تظهر صلوبة أن المسارة لكي تفاكشورة لتدخل بالكلام لأنه إذا كان مال يونين فبالتالي لا يدري صلوبة يس هونه من الحمشية عليش هيصر بي رح يصر بي بيه رح يصر بيه فهذا مشكلة أكثر من 5.2 دقري ما مقبول وعندى عيدي من الالترى وما صحيح تص Beach رح تباوين قريبا واضح فهذا مشكلة أكثر من 5.3 دقري ما مقبول الانه ان هيت باوين يصر عند اياما وممكن صور Shortening 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 is still doing a major فهذا امر مزيد اذا امر اذا امر 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 بشكل امر ممكن انعالجها عن طريق يستحنون انفد عفوان احدية يضعون فيها مثل الكعب على موضة الشورتنينغ يختفي عندهم لانه حاس الرجل قصيرة ورجل اضول فبالتالي حاسه مثل خلل بالحركة مالتة فلما ننبس هذا الحذاء اللي بها الكعب المعين حتى تصير الحركة متساوية جونت ستفنس اكيد مثل هاتف قوي ورح يبقى الشخص مايحرك مايسوي اكثر سازيه من نفسه اكيد حيصير جونت ستفنس المن للني it is surprising how often the knee is affected after femoral shaft fractured the joint may be injured at the same time ممكن اكون انجري والدليل قلنا بالبداية بهاتف انجري بهاتف انجري قوية لازم ان يفحص الني المهم or stiffness due due to soft tissue adhesion جدا جدا لازم نعرف skin loss wound contamination muscle ischemia and injury to vessels and nerve مصحيح؟ احنا درجان على غاز تلو مثلا لما تكون الفتحة من انجري صغيرة وماكو associated nerve ماكو فيزلس انجري كده غاز تلوان غاز تلو طولة راح اصير الانجري مصحيح من 2 الى 5 سي ام غاز تلوان اقل من 2 سي ام تمام؟ وهنا الفراكتر حيكون اكثر بس بالمقابل لا يزال ما عندي نير ما عندي فاسكولار انجري غاز تلو ثري لا ناحية القسم اي بي سي الاي او هوا يكو اكثر من 10 سي ام مسل عفوا نسكنلس واكو اسكينية للمسل وفراكتر سيجمينتال فراكتر كمان يوجد فراكتر مو تمام؟ باتروفلاي فراكتر بس لا يزال ماكو نيرف او فيزلس انجري غاز تلو ثري بي هنا حيكون اكون نيرف انجري غاز تلو ثري سي هنا اكو فيزلس انجري فاذا تشوفون كل مدى نمشي احنا بالغاز تلو هنا حيزيد الليفل او فيزلس انجري وكل ما زادت الليفل والغاز تلو كلاسفيكيشن يزيد كل ما رسك او فيزلس انجري سيزيد تمام؟ زيب The immediate treatment is similar to that for the close of fracture ايش راح تسوي لاني؟ اجي ابقى احسن مسوية assessment للوود مالتي لازم اتسوي ديبريدمنت اي اسكيميك مصول عشي لها حتى البون الاسكيميك بون لازم اني اواخره اي ملابس اي foreign body اي شي اجي بالوود لازم اواخره لازم اني اغسله انطي انتي باياتيك تمام؟ واسوي stabilization وراها اقوم اشوف ماذا الاسوشيات الانجري على اساسها حتى اعرف مثلا اذا فاسكيميك لازم ادخل بي لازم احلم وقلنا ادخل برايارة الفاسكيميك احلي الفاسكيميك بنفس الوقت اسوي له fixation اما لما يكون اكو risk of contamination هنا ما حسوي internal fixation لا صحاني سويت correction بس لازم احط له external fixation لانو الانترنال حيزايد the risk of contamination المهم the major decision then is how to stabilize the fracture with a small اذا كان small a clean wound وكو little delay from the time of injury the fracture can be treated as for a closed injury يعني اذا كان الفتحة مال اسكن قليلة واشوف ماكو اسكيمية ماكو contamination ال wound مالتا clean ممكن يتعامل كأنه هذا closed اوكي يعني اسوي internal fixation وانتهى الواقع اما لا والله اذا channel 1 كبير وcontaminated واكو skin loss مثل ما قلنا اكون vascular injury اكون nerve injury لا هنا ال internal fixation should be avoided initially ما يصيل لان حزيد risk of contamination يسوي له osteomyelitis يسوي له مشاكل واضح هنا ال stabilization راح يكون external fixator واضح واضح رابنا اسويش open injury هو indication for external fixation زي قلنا بالنهاية حنحش شوي على الاطفال هذا اخير شي في مرض حنحش شوي على الاطفال كيف قلنا احنا indication for traction هو الاطفال فبالتالي الانفانت راح اخليهم 1-2 week in balance وراح احط لهم spike for 3-4 week واانته ليهش اقول من ال healing process عدهم اعلى ممثل ال الادولت واضح فهو indication بالاطفال إذا كان تتشعيل الموضوع من أطو проблема خلال ما يستطيع تشعيل معناه تشعيل الموضوع أما التينيجر لا وتواره لوط القادم تشعيل النشار لأن هنالكو يربع لكي يربع عزبة يسبب الي التمنع التشعيل التمنع تمنع التمنع التشعيل الآخر الفكام الأفضل نشعيل ؟ انترام دولارينيال ما عندي انترام دولارينيال واضح طبعا اذا كان عندي اذا كان عندي اوبن ووند هذا سيتعمل معاملات الادولت وصلنا لنهاية المحاضرة ان شاء الله تقول المحاضرة مفهوما اذا عادكم اي اسئلة يكتبوني وبالتوفيق ان شاء الله شكرا جزيلا ومع السلامة